جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة تداعيات حادثة مستشفى الناصرية هيئة رئاسة البرلمان تجتمع مع رؤساء الكتل النيابية وتتفق على مجموعة مقررات وتذهب بها إلى الجلسة الجلسة تضع توصيات للتصويت على مرشح وزارة الصحة واستضافة وزراء ومسؤولين في الجلسات المقبلة هناك لجان مختص لجنة الصحة والبيئة، لجنة الأمن والدفاع اللجان الأخرى تعطي تقرير في كل حادثة للأسف يكون طيها النسيان ولا تأخذ الحكومة العراقية بهذه التوصيات وصراحة أغلب توجهات ورؤى الحكومة العراقية بمعزل عن مجلس النياب العراقي بكل حادثة يكون فيها أرواح الأراقيين حادثة أمنية، حادثة سياسية، حادثة اقتصادية، زيارات وغيرها نجد أن الحكومة العراقية لا تجد السلوك الناضج بين المؤسستين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية البرلمان اتفق أيضا على دعم مدينة الناصرية بالمبالغ المالية وإلزام الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات تحد من تكرار تلك الحوادث المأساوية وتخضع إدارة المستشفيات للرقابة الدائمة إلى جانب عدم إنشاء المستشفيات بطريقة عبثية من دون تخطيط نزال أقصى العقوبات بالمقصرين برؤوس الفساد الموجودة بوزارة الصحة اليوم نذب اللوم على وزارة الصحة لأنه هي الرأس الهرام أو هي المشرفة على جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات يجب أن تأخذ دورها بصورة صحيحة يجب متابعة المستشفيات متابعة المدراء الصحة يجب أن يتابعون المستشفيات التي تابعا لهم ووفقا لنواب فإن توصيات البرلمان قد تذهب إلى أبعد من إقالة المسؤولين ومحاسبتهم وتشمل تغيير هيكلية إدارة المؤسسات الصحية ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومع أهمية توصياته ومقرارات السلطة التشريعية إلى الحكومة للتخفيف من هول الفاجعة في الناصرية إلا أن الدولة بحاجة لمنظومة تشريعية وتنفيذية وشعبية متكاملة لمنع تكرار هذه الحوادث المأساوية سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد